السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا ومحمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا أرزقكم الجنة وغير حساب والله صابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله وما بدأ أي أن سمحوني ممكن صوتي شوية تعبان لأني أمس ثلاثة في الحوش وجلست شوية فتقريبا كده يعني خدت برد يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعلي بما أن بسم الله ما شاء الله فيديوهات تحضير الفطار عليها مشاهدات وعليها لايقات فده بيشجعني أن أنا كل يوم أسوي معاكم فطرنا فطرنا البسيط زي ما أنتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ في تجهيز الفطار طبعا تعرفين أنا بحب في الأول أبدأ بالحلام النهاردة أنا قررت أعمل جيلي بما أنه عندنا وعينا بيحبوه فإيه نعمله سميت وتوكلت على الله ونزلت بما يعادل ثلاث كسات موية بتغلي حرة بتغلي سخنة وعليهم ثلاث عبوات جيلي بالقرز بسم الله ما شاء الله عبوة الجيلي لها اتنين كسات مية واحدة سخنة واحدة بردة أقلب ده كويس جدا جدا زي ما أنتوا شايفين وإساسي لازم نضمن إن هو كل حاجة دابت وهنا أنزل بما يعادل برضو ثلاث كسات مية بردة طبعا أنا ما كانتش عندي مية بردة في الوقت ده جبت مية وحطت فيها تلك برضو إيه حتقضي الغرض بس كده بسم الله ما شاء الله وأبدأ أحطها فين؟ أبدأ أحطها في الكسات بتاعتي بصوا أسهل حاجة ممكن تسوها الجيلي ده زي ما أنتوا شايفين ما أكملش دقيقة واحدة على طول في ثانية بسم الله ما شاء الله هنا خلاص اللهم بارك حطيت الجيلي بتاعي في الكسات هنحطه على جنب بقى باش محتاج تلاجة ولا حاجة احنا عندنا بصوا جو برد تلك بسم الله ما شاء الله هنسمي ونتوقل على الله بما أنه عندنا الجو برد تعملي إيه يا معبود؟ نعمل شربة عدس شربة عدس يا جميع من أجمل أجمل السربات بسم الله ما شاء الله خد بما يعادل يعني ربع كيلو كده أو زيادة شوية عندي طماطم عندي بصل عندي جزر عندي بطاطس عندي توم هي دي الحاجات اللي أنا هحطها مع العدس بعد ما غسلته وحطيت عليه مية بسم الله ما شاء الله هقطع المكونات دي كلها وانزل بها على العدس بتاعي وحطه على النار لحد ما يستوي بسم الله وعلى بركة الله بس أغطي بيعود على النار بالزبط كده بصوا حوالي سبع دقايق وبيستوي وبيقى زي الفل هنا خلاص بدأ في مرحلة السوى أنا قلت إيه نبدأ بالحاجات السهلة الأول وبعد كده ندخل على إيه على الحاجات التانية وبرضو والله الحاجات اللي هنأملها سهلة يا جماعة هنا خلاص أقدر أقول لكم إن العدس استوي وبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنغطيه ونسيبه شوية يعني يهدى كده شوية وبعدين إيه نبدأ نضربه بسم الله ما شاء الله هنا خلاص هبدأ بقى أضربه بالهند بلند أو اللي عنده خلاط يضربه بالخلاط كله حلو كله يمشي بسم الله ما شاء الله محتاجين إنه يبصه يبقى ناعم جدا 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 شربة العدس من أجمل الشربات اللي أنا عن نفسي بحبها جدا يعني ريحة كده وقيمة غذائية وبسم الله ما شاء الله طعم كمان حلو اللهم بارك طبعا أنا محتاجة زي ما قلت لكم لا إله إلا الله محتاجة أن أنا أنا عام جدا أخليها شربة نعمة جدا بسم الله ما شاء الله كده تمام التمام هسمي وطوى صغيرة على النار وانزل بالزبط بما يعادل معلقة توم مهروسة شوية زي صغيرين بما يعادل قبضة يد شعرية بسم الله على بركة الله حب صغيرين كده يعني مش عايزينها كتير بس شوية صغيرين محتاجة توم والشعرية يدوني اللون الدهب الجميل هوريكم اللون اللي أنا عايزة دلوقت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هو ده اللون اللي أنا عايزة سهل كده سهل خالصة هوا هنسمي ونتوكل على الله وننزل بيها على العدس بتاعنا بنراحة عشان ما تملناش تش وتخرب التصوير خلي بالكم من حتة دي لاني لما حطوا على ده على ده بنيا بتخرب يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده تمام التمام هسيبه على النار بالضبط أربع دقيقة على نار هدية بس قبل ما طفي عنه هحط معايا نص معلقة ملح مع كمون دي خلطة أنا بعملها عندي في البيت للعدس خصيصا يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلت انكو هسيبه ثلاث دقايق أو أربع دقايق وبعدها هطفي عنه مش محتاجة زيادة عن كده هنا خلاص اللهم بارك زي ما انتم شايفين العدس بتاعي خلاص أصبح جاهز خلاص هنطفي عنه ونحطه على جنب شفتوا ده القوام اللي أنا عايزاه قوام سلس وجميل له تقيل وله خفيف وسط خير الأمور الوسط بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا دي حشوة حشوة الدجاج أنا عملتها معاكو قبل كده اللي حشوة السنبوس عبر عن دجاج وبصل وجزر مبشور بس هنا أنا زودت معلقة قشطة معلقة قشطة على الحشوة دي هنعمل بها ايه هندخل على الطبق بتاعنا رقم ثلاثة اللي هو رولات التوست بحشوة الدجاج بصوا حاجة كده طعمها جميل ولذيذة وحلوة ومناسبة للفطار بسم الله وعلى بركة الله هنجيب توست ابيض او اسمر كيفنا اللي احنا عايزينه اجيب البتاع الفرادة بتاعت العجين دي وامسك وحدة التوست افريدها كده زي ما انتوا شايفين ده اساسي كده عشان يزبط معانا بسم الله وعلى بركة الله اخذ من الحشوة بتاعتي اللي هي حشوة الدجاج اللي انا زودت عليها معلقة الجشطة وابدأ الف ورول كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله دها يا رب ويكتب اجرها لأول مرة بحياتي بستخدمها ان شاء الله انها ما تقصرش في الفرن بقى زي ما انتوا شايفين كده دي هتسعيدني جدا في ان انا افرد التوست عشان التوست يتلف معايا رول ويبقى حلو مايفكش لازم افرده بالفرادة دي بسم الله ما شاء الله الفرادة دي فبو خمسة بخمسة ريال ابدأ الفه كده حط فيه بما يعادل معلقة من الحشوة بتاعتي وابدأ الف كده هملة الصانية كلها وبعدين اوريكم عشان ما طولش عليكم هنا بسم الله ما شاء الله بصوا يعني الصانية كلها فل اللهم بارك هنا بقى الخلطة اللي انا هحطها على التوست مهمة جدا بسم الله ما شاء الله دائما بتعصلك معايا ما بتفتحش بسم الله ما شاء الله محتاجة جبنة سيلة محتاجة تلتة او اربع معالق من الجبنة السيلة حطي وكتري بسم الله خلاص خلاص يا معبود محتاجة بما يعادل اتنين معلقة من المايوناز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تمام كده حلوين او محتاجة بقى ان انا اقلب الخليط ده كله ببعضه كويس جدا 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 عايزة كله يمتازج مع بعضه بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين هسمي اتوكل على الله وانزل بالخليط اللي انا عملته من المايوناز والجبنة السيلة انزل على رولات التوست بتاعتي وبصوا اوزعها الخليط ده كله بالتساوي على الصنية بسم الله ما شاء الله كله حل فيها يا معبود بص تخسر ارمي حاجة فيها حرام يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتو شايفين هبدأ بقى بظهر المعلقة كده شوية شوية ابدأ ايه اوزع كل الحاجات دي على الصنية بتاعتي بسم الله باشا الله كده تمام كده توزعت قويس جدا لو عندي جبنة مزدرلة اخد شوية وحطوهم ما فيش خلاص ادخلها الفرن زي ما هي كده طبعا يا جماعة بتدخل الفرن بنشغل عليها من فوق بس بحيس انه وشها يتحمر وخلاص احنا مش محتاجين يتشغل عليها من تحت خالص يعني كل حاجة مستوي بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين ابدأ احط عليها الجبنة المزدرلة بصو هي حلوة الامانة الجبنة بتفرق جدا في الطعم وفي اللون لما بتطلع بتتحمر بطريقة جميلة كده وبتبقى طعمها حلو برضو بسم الله ما شاء الله لكن لو ما فيش جبنة عادي خلاص عادي مش هتقول لا هتتاكل برضو اه هنا هحطها في الفورن بسم الله ما شاء الله هنا خلاص يعني بادتها تاخد لون كده خلي بالي منها لان بصوا الجبنة بسرعة اه لأ ده اللون ده حلو كده خلاص كده نعتمد ونطلعه بسم الله ما شاء الله ندخل بقى على الوصفة الرابعة بتاعتنا النهاردة النهاردة هنعمل خلية النحل عليها اللي قالوا عمل لنا خلية قلطرهم حاضر ومن عيوني وابشري عندي بيما يعاد النص كيلو دقيق 3 كوبات وعندي 3 معلق حليب بودرة وعندي معلقتين سكر بسم الله ما شاء الله وعندي معلقة خميرة معلقة واحدة بس وعندي بيما يعاد الربع معلقة ملح الملح بيزبط قامل عجينة هنقلب كل المكونات دي على الناشف وبعدين ايه نحط عليها الحاجات السيئة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا محتاجين هنا بيما يعاد نص كاسة من الزيت الزيت النباتي لا الاول هننزل بالحليب كستين وربع حليب دافي وبعدين الزيت بسم الله ما شاء الله نقل من نص كاسة شوية شوية صغيرين يعني هنا خلاص هعجينها في العجينة عجينها كويس جدا طبعا بعد شوية كل الحاجات دي هتتجمع وهتبقى عجينة كويسة جدا وخلي بالك يا جماعة عشان الخلية تطلع معنا حلوة لازم العجينة تبقى لينا لازم هغطيها بنيلون ناصق وحطها في مكان دافي كده قولوا ايه قولوا 40 دقيقة ساعة عادي يعني لان انا مش حطة فيها خميرة كتير وعندنا هنا الجو بارد هنا بقى توكلت على الله ايه بس عايز اوريكم الاول اللي انا هعمل فيه الخلية الصواني دي انا كنت جبتها معاكم من بن شايهون كانت الواحدة عليها عرض ب11 ريال صواني تقيلة وجميلة وانا محتاجة خلية صغيرة مش محتاجة الاحجام الكبيرة بسم الله ما شاء الله العجينة اللي انتوا شايفينها دي قدتني تلاتة من الصواني دي عندي الجبنة دي طعمها حلو جميلة وما فيش فيها ملح وجميلة بتدوب كده في الخلية وبتبقى حلوة هاخد منها جطعة وقطعها مكعبات مش لازم يا جماعة ان احنا نمشي على كل حاجة بصوا بالورق او القلم يعني لازم جبنة بوك او لازم جبنة كيري لا مش لازم خالص كيري دي غالية جدا دلوقت يعني العلبة صغيرة كده بتتعدى حاجة وعشرين ريال ليه تمي الجبنة هاي وهو حلو وزي الفل هنا بقى اقتصرت الموضوع وروحت عند الفرن وفراشت هناك وتوكلت على الله وايه وجبت العجينة بتاعتنا هاي بسم الله ما شاء الله خمرانة وحلوة ودي الجبنة ودي التبلية بتاعت النونو صغيرة بحداشر ريال من ابو خمس هبدأ بقى اقطع العجينة زي ما انتم شايفين كده نبصوا وحط فيها حت الجبنة بسم الله ما شاء الله واسويها كده بايدي وازبطها وابدأ احطها فين في الصينية بتاعتي طبعا الخلية دي اسهل منها ما فيه كل العالم يعرف يسويها بسم الله ما شاء الله بس المقادير العجينة اللي انا حطيتها دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف اللي اللي حب يسويها مقادير مظبوطة جدا وجميلة وبسم الله ما شاء الله هتعجبكم يعني اللهم بارك زي ما انتم شايفين اه هبدأ طبعا احنا طبعا هنأكلها يعني مش هنبعها مش هعود بعمل صغير احنا عيالنا بحبوها كبيرة بيحبها تكون كده ما شاء الله يعني بصوا هاشة وكبيرة فانا بعمل زي ما عيالي بيحبوا يعني طبعا سهلا هوريكو بعد ما خلص هنا خلاص اول واحدة مليتها اللهم بارك طبعا التاني هعملها برضو بس عايزة هنا اوريكو انا هدهن وشها باي هنا هسمي وهتوكل على الله وهاخد معلقتين زبادي محتاجة هنا بقى ايه محتاجة صفار البيضة خلي بقى لكم الصفار بس هنا هسمي ودي اسهل طريقة ان احنا نفصل الصفار عن البيض كده هون بالقشرة نوديها كده ونجيبها كده والصفار اللي اسمه ايه ده البيضة هيمشي لواحده مش عايزينه ايوها الحش بس الحتة دههلة ان دههلة بيبقى فيها الزفار الحتة البيضة دي هنا خلاص تمام التمام احتاجة ان انا اخلط صفار البيضة مع الزبادي بصوا الخلطة دي بتدينا وجهة احمر كده وجميل هتشوفوه بعد شوية في الخلية ندهم بها الخلية ندهم بها حاجات احنا عاملينها معجنات برضو الصفار البيضة مع الزبادي دي جماعة تحفة تحفة بسم الله ما شاء الله هنا هسمي وتوكل على الله وابدأ ادهن اول صنقي عندي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اه بالفرشة كده ادهن هبصوا ما ادهنش حتة واسيف حتة لأ حاول اننا ادهنها كلها حتى بينهم وبين بعض بحيث انها تديني شكل جميل كده خلص كده تمام هنسمي ونتوكل على الله ونحطها في الفرن الفرن كان سخن طبعا كنت بطلعة منه صنية التوست شوفوا اهي بدت تاخدش في الفرن ولا ست دقايق بس الفرن يبقى الحرارة مئة وسبعين دي التانية طبعا دي هحط فيها سمسم واحدة من غير سمسم واحدة بسمسم يعني عشان ايه نراضي كل الازواء اللي عندنا في البيت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنا خلاص دي لا دا كده يعني ممكن تطلع بقى خلاص يعني اه بعد شوية طبعا انا طلعتها وحطتها فوق الفرن قلت هنا بقى اجي اعمل العصير والجهوة كانت على النار حط التلج طبعا موضوع الفنتو والحاجات دي انا عملها معاكم كتير وانتوا عارفينها ونحط الميا بسم الله ما شاء الله مش هعمل كتير عشان على قدوم بس انا مش باشربه الامانة هنسمي ونتوكل على الله ونحط شوية الفنتو كان الله بالسر عليه اسهل حاجة بس نقلبه وخلاص كده خلصنا من العصير بسم الله ما شاء الله هنا بقى عايز اوريكم الخلية بعد ما طلعت اهي بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك دي اول واحدة عايز اي بقى اوريكم هي شوفوا انا حطيت ورق زبدة ولا دهان تدقيق وزبدة والحاجات دي خلوش شوفوا هقلبها قدامكم من تحت زي من فوق بسم الله ما شاء الله وكنت عارفة انها تطلع كده يعني انا عملها كتير قبل كده احط عليها حليب مكسف محلل اللي هو نستل بسم الله ما شاء الله عندنا فريق بيحب نستل وعندنا فريق بيحب العسل نعمل لدول ونعمل لدول مش هنخسر حاجة لازم يا جماعة نرضي كل الاطراف اهو حلوة جميلة تسلم يدي كم معبود بسم الله ما شاء الله ودي الصينية صينية رولات التوست بحشوة الدجاج بصوا اكتر من رائعة انصحكم تجربوه ودي التانية هي اللي عليها السمسم بصوا برضو من تحت زي من فوق عملتلي ثلاث صواني بسم الله ما شاء الله دول اتنين وواحدة رحت لصحاب ناصبها وهيجعلها عليهم بألف عافية بسم الله ما شاء الله عندي عسل اهو زي ما قلتلكم عندنا ناس بيحبوا النستل وعندنا ناس بيحبوا العسل بسم الله ما شاء الله لو ما فيش عسل نحط شوية شيرة عادي كله يمشي يعني وفي ناس بتحب تكلها كده عادي برضو مع الشاي طعمها جميلة بسم الله ما شاء الله حتى مع الجهوة حلوة برضو اللهم بارك تمام التمام العسل اللي مش راضي ينزل عشان عندنا الدنيا بارد كان في حد سألني بقى اه حلو 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 يا معبود شطر شطر كان في حد سألني على الجهوة قال لي ازاي حبيت الجهوة والله يا جماعة انا حبيتها لما شربتها عند اهل عند اهل زوجي الله يرحمه بصراحة اول ما شمت ريحتها وشمت ريحت الهيل والله اكبر بسم الله ما شاء الله بص تحسوا كده انها أخدتني خلاص من يومها وانا اعشق القهوة السعودي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ودي طبعا قهوتة أبو فهد نقدم له تحية بسم الله ما شاء الله الجهوة بتاعته ولا أروح اللهم بارك بسم الله ما شاء الله آخر جمال آخر جمال خربت الدنيا حاجة آخر جمال يلا عادي عادي يا جماعة فيش مشاكل بتحصل مع كل الناس مش لازم نقطع ونقص ونعمل عادي يعني هنا بقى عايزة نغرف مع بعض شربة العدس بتاعتنا اللي بص اللي أنا ذات نفسي فجأتني أنا اللي عملها وتفجأت جميلة 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 بسم الله على بركة الله هنغرفها بقى عشان نروح نجاهز الصفرة بتاعتنا والناس بقى اللي وصلت معنا للحطة الجميلة بتاعت العدس دي تدينا لايك كده مجدع ننسيت أطلب اللايك في الأول يلا نطلبه في الآخر مش مشكل والله أنا عارفة ان الناس اللي بتحبيني بتحط لايك على طول حتى من غير ما تتفرج ربنا يسعدكم جميعا يا رب وربنا يرضى عليكم وخلونا نشوف قدمنا الأكل بتاعنا ازاي وقدمنا الصفرة ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنا الصفرة بتاعتنا هي الناس برضو اللي قالوا لي غيري المفرش الأحمر عشان شكل الأكل يبان أنا خدت بكلامك وغيرت المفرش وحطيت ده أعطيت شكله حلو هادي والله حتى أنا يا جماعة محبش اللون الأحمر بس يلا يا كانت صفرة على فكرة مش مفرش لا إله إلا الله والحلوة إلا بالله ده الجيل الجميل اللي وافش على أي حاجة خالص وأطعت حب حب ودي صنية رولات التوست بالدجاج والمخلل والحاجات بتاعته معبود اللي بتفتح نفسها وخلية النحلة اللهم بارك وعملوا لنا لايك كده جميل والسلام عليكم اللهم بارك اللهم بارك